بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله كتعليق مختصر على النقاش حول اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي فأود هنا أن ألفت النظر إلى نقطتين مهمتين ينبغي أن يعطيهما المتابعون حقا أكثر في النقاش أولاهما أن البعض يعارض نقد الأوضاع القائمة في مصر على اعتبار أن ذلك يضعف الأحزاب والرئاسة الجديدة أمام العلمانيين والفلول فلابد هنا من التذكير بأن الآثام أخطر بكثير من هؤلاء الأعداء فالله تعالى قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فالممارسات التي تحيد فيها الأحزاب عن الهدى والتقوى أخطر عليها بكثير من كيد أعدائها ولو أن المسلمين حرصوا على تقوى الله فحينئذ إن الله يدافع عن الذين آمنوا فبدلا من نهينا عن نقد المنكرات فليوجه اللائمون جهدهم إلى أصحابها الذين يعرضون أنفسهم لفقدان الحماية الربانية التي تقيهم مكرى أعدائهم وإلا فلو أننا اكتسبنا معية الله عز وجل فلن نقيم للعلمانيين والفلول وزنا فكيف ونحن نتكلم عن منكر يعرضنا لحرب من الله ألسنا جميعا نعلم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقد ذكر ابن جرير الطبري في تفسير الآية أن هذا الوعيد يشمل آكل الربى وموكله آخذه ومعطيه ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربى وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء هم في الإثم سواء نفس الشيء فالحرب تشمل مقترض الربى ومقرضه مقترض الربى ومقرضه فعجبا ممن يريدنا أن لا نحذر من فعل يعرض لحرب من الله خوفا من أن يؤدي ذلك التحذير إلى حرب من العلمانيين والفلول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فنحن نسعى إلى أن يكون الله معنا لا أن نفعل ما يتسبب في حربه سبحانه لنا إن كنا نريد أن يبارك الله في أرزاقنا فليس لنا إلا إقامة شرعه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما أن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعد للمجتمعات والدول كما هو وعد للأفراد النقطة الثانية من السطحية نقاش مشكلة القرض من زاوية أنه ربوي فقط على الرغم من خطورة ذلك كما تقدم لكن هناك أمر مهم جدا أيضا وهو أن قروض سندوق النقد الدولي والبنك الدولي تأتي ضمن منهجية متكاملة تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق تبعية دول العالم الثالث لها ولتخترق اقتصاديات هذه الدول وتتحكم في سياساتها وقد بيّن الكاتب الأمريكي اليهودي نعوم شاومسكي ذلك جليا في كتابه المهم ونحن لا نستدل بكتابه ثقة به كيهودي وإنما لأنه يحشد أدلة ووقائع تبرهن على الاستراتيجيات الأمريكية التي يتحدث عنها ذكر الكاتب هذه السياسة الأمريكية في فصل حيث بيّن أن الولايات المتحدة تستخدم المؤسسة العسكرية في الدولة من دول العالم الثالث لإحداث فوضى وبلابل في البلاد تؤدي إلى كارثة اقتصادية ومن ثم تورث المشكلة لسلطة مدنية والتي يبدأ صندوق النقد الدولي بابتزازها مقابل القروض فيفرض سياسات تخضع البلاد اقتصاديا وتجعل خيراتها نهبا للولايات المتحدة وتقلل من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن وتعمق هذه السياسات حالة الاستقطاب في المجتمع بحيث تزيد ثروة الطبقة المنتفعة ذات الولاء للولايات المتحدة على حساب الأغلبية المسحوقة التي لا تزداد إلا فقرة فيسهل حينئذن التحكم بالطبقتين ويؤكد هذا المعنى أيضا جون بيركنز في كتابه Confessions of an Economic Hitman Confessions of an Economic Hitman اعترافات قاتل اقتصادي حيث بين أن الإقراض هو سبيل الولايات المتحدة إلى إخضاع الدول لرغباتها السياسية والاقتصادية والحربية والتدخل في شونها الإقراض من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فليست المسألة حرمة الربا فحسب بل لا بد من استحضار هذه الحقيقة أن هذه القروض تأتي ضمن سياسة متكاملة لاستعباد الشعوب وأظن أن الله عز وجل حين حرم الربا هذه الحرمة العظيمة كان من حكمه تعالى علمه بآثارها في استعباد الشعوب والأحزاب تتفق معنا على أنه لا قيام ولا نهضة لهذه الأمة إلا إن تحررت من التبعية للغرب فهل هذا القرض هو خطوة على طريق هذا التحرر؟ وهل إن وصلنا إلى مرحلة تبرير الاشتراك في الحرب على الإرهاب وتبرير المحافظة على معاهدة كامب ديفيد وتبرير السماح لسفينتين صينيتين محملتين بالأسلحة اللي قتل المسلمين بالمرور من قناة السويس وتبرير الاقتراض من صندوق النقد إن سمحنا لأنفسنا أن نبرر ذلك كله فلماذا لا نبرره للأنظمة الأخرى في العالم الإسلامي؟ هل النواية الطيبة والشعارات الرنانة هي فروقات معتبرة شرعا تقلب الحرام حلالا؟ هل هذه هي الخطوات على طريق تطبيق الشريعة؟ ثم ما هو الفارق بين العلمانيين وغير العلمانيين؟ هل هو الاسم فقط؟ أم ظاهر التدين الشخصية؟ أليست السياسات المؤثرة على مستوى الدولة؟ هي الفارق الحقيقي الذي يجعلنا نصف نظاما بأنه إسلامي أو علماني؟ اللهم إن البلاء قطال والناس لجوا في تخبط وظلام فأبرم لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد واهد الضالين من المسلمين إنك أنت اللطيف الحليم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم